شدد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي على ضرورة صون بيوت الله ودور العبادة من الاستغلال السيء والزج بها في مناكفات وصراعات تتنافى مع ما يفرضه الواجب الشرعي والوطني ولا تتناسب مع قدسية دور العبادة كما أكد المجلس في الوقت نفسه أن وظيفة المساجد هي الصلاة والعبادة ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل تلك الوظيفة بذراء عواهية وبدوافع حزبية وفئوية وكان المجلس قد عقد جلسته الاعتيادية برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس المجلس وبحضور نائب الرئيس معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة حيث رفع المجلس تهني وتبركاته إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بمناسبة منح سموه جائزة شعلة السلام تكريما وتقديرا لما يطلع به سموه من دور بارز في مجال العمل الإنساني لدعم السلام وتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي إلى ذلك دع المجلس إلى حماية المنبر الديني من التطرف والتحريض السياسي وإلى التصدي لمحاولات تسييس المنابر والشعائر الدينية مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إرساء قيم التعايش ونبذ الإرهاب والعنف والطائفية والتحريض وفي سياق متصر حب المجلس بما تشهده البلاد من تطوير واهتمام ورعاية بالجوامع والمساجد بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها عاهل البلاد المفدة كما أشهد بدور المحسنين البحرينيين في هذا الصدد بعد ذلك انتقل المجلس لبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله اشتركوا في القناة